السلام عليكم يعطيكم العافية الثالث يا حبايب اليوم إن شاء الله بنا ناخد مع بعض الدرس الثاني عشر من مادة التربية الإسلامية يلي هو سورة الماعون ياريت نكتب التاريخ واليوم التاريخ 19-11-2020 ميلادي طبعا اليوم الخميس لاحظوا مكتوب عندي هون أفهم وأحفظ يعني أنت مطلوب منك شرح ومعاني الآيات كمان مطلوب منك حفظ الآيات نبدأ مع بعض بس دي أعطي تنبيه بسيط يا ثالث الآن في السورة اللي أخذناها بالأول ببداية الدر الكتاب والي هي سورة العلق يعني كانت قراءتكم شوي ضعيفة الآن أنا ببعث القراءة بالفيديو ما رح أسجل القراءة أكثر من مرة هي مرة وحدة ولكن أنت بتقدر تكرر سماع القراءة بتقدر تكرر سماع القراءة مش ضروري تسمع الشرح كل مرة رد بس رجع على قراءة الآيات لأنه ما بدي لفظ آيات خطأ رح تحتسب علامة هاي الآية إن شاء الله على الامتحان الثالث طبعا عليها مجموعة علامات كويسة فالطالب اللي رح تكون قراءته ضعيفة ومش موازية لقراءة المعلمة رح يروع عليها جزء كبير من العلامة فرجاء أن يا حبايب تنتبهوا لقراءتي ودققوا عليها ودققوا أنتوا بتقرؤوا على الحركات نبدأ مع بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم لآن أنا رح أقرأ آية آية وأعطيكم مجال اتعيدوا يا ثالث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم لا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم الآن يا ثالث سورة الماعون أول شيء بدنا نعرف معنا كلمة الماعون الآن الماعون هو اسم لما يستعيره الناس فيما بينهم الأشياء اللي بنستعيرها فيما بيننا هذا بنسميه الماعون الماعون هو الشيء المستعار بين الناس أي شيء مستعار بين الناس بنسميه الماعون الآن يا ثالث الله عز وجل يقول في الآيات الكريمة أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين طيب حدا فيكم خطر على باله أنا بقرأ أو فكر ليش فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الآن الآيات الكريمة عندي هونيا ثالث نبهت من ثلاث مواضيع أو حذرت عن ثلاث مواضيع أول إشي أول إشي إساءة معاملة الأيتام يدع اليتيم بمعنى يدفعه ويؤذيه يدع اليتيم بمعنى يدفعه ويؤذيه إذن أول موضوع حذرت منه سورة الماعون أو حذرت منه الآيات الكريمة يلي هي إساءة معاملة اليتيم في كثير ناس بتسيء معاملة اليتيم ممكن توكل ميراثه وممكن تصير تستحقره وممكن تصير تعرضه لأذى هو ما بيقدر عليه الآن كثير حذرت الآيات الكريمة من إساءة معاملة اليتيم ثاني موضوع حذرت منه سورة الماعون لما الله عز وجل يقول فويل للمصلين طب ليش المصلين؟ طب هو الله عز وجل هو يلي أمرنا بالصلاة ليش عز وجل بيحكي إنا فويل للمصلين؟ أحسنتم شمالهم المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون السورة عندي هون حذرت من التهاون في أداء الصلاة على وقتها يعني أنا مش المهم أني خلال اليوم أصلي صلاة الظهر ومتى ما صليتها صليتهم يعني أنا بصلي صلاة الظهر على وقتها فالآيات عندي هون المقصود فويل للمصلين مين المصلين؟ مش كل المصلين المصلين يلي بيتعمدوا تأجيل الصلاة بتعمدوا وبيتكاسلوا عن أداء الصلاة في وقتها يا ثالث بيتكاسلوا عن أداء الصلاة في وقتها وبيوضع حجج مائل هداعي أو هي مش مقبولة بتكون عند الله عز وجل فإذا سورة الماعون لحد الآن حذرت من موضوعين أول إشي إساءة معاملة اليتيم ثاني إشي فويل للمصلين اللي هي عدم إقامة الصلاة في وقتها أو تأجيل وقت الصلاة أو التهاوم في أداء الصلاة على وقتها كمان الله عز وجل يقول الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يراؤون ما معنى المراءة ما معنى المراءة اللي هو فعل الخير لكسب مرضات الناس المراءة أو يراؤون بمعنى يفعلون الخير لكسب مرضات الناس فقط يعني أنا بصلي الصلاة إذا كانت مثلا عمتي موجودة وشايفيتني أنه أنا بصلي بشان تحكي عني أني أنا شاطر إذا كان أبوي موجود وشايفني أنه أنا بصلي لكن بغير وقت ما صليت أو أخرت الصلاة أنا بساعد أخوي بحل واجباته إذا كانت أمي شايفيتني بس إذا لم شايفيتني ما بساعد أخوي بحل واجبه لحظة ثالث المراءة بتدخل كل يوم وبكل تصرفاتنا وإحنا ما بنعرف عنها فالآن الأصل في الإنسان إنه ما يكون مرائي يعني فعلك يكون خير لكسب مرضات الله عز وجل أنا بساعد بحل الواجب لحتى الله عز وجل يرضى عني ويوضع لي حسنات زيادة كمان بصلي الصلاة بوقتها لحتى الله عز وجل يرضى عني يا ثالث تمام بطيع أبوي وأمي لحتى الله عز وجل يرضى عني فالآن حذرت الآيات الكريمة من ثلاث موضوعات أولها إساءة معاملتي اليتيم ثانيها التهاون في أداء الصلاة على وقتها ثالثها العمل الخير لكسب مرضات الناس الأصل في الأعمال أو الني في العمل كسب مرضات الله عز وجل والناس ما بهمني رأيهم يعني إذا بدي أقارم فأنا ما بهمني رأي الناس أنا بهمني رضى الله عز وجل علي تمام يا ثالث الآن خلينا نأخذ معاني الكلمات يدعو اليتيم يعني يدفع ويؤذيه يراؤون بمعنى يفعلون الخير لكسب مرضات الناس فقط هاي معنى المراءة الماعون اسم لما يستعيره الناس بينهم من الأشياء إذا فتحنا هون على صفحة ثمانية وثلاثين باللاحظ عندي هون أفهم حذرت سوء أو يحذر الله تعالى في هذه الآيات الكريمة من إساءة معاملة الضعفة والأيتام التهاون في أداء الصلاة على وقتها فعل الخير لكسب مرضات الناس فقط الآن هاي هي الموضوعات اللي تابعة أو اللي حذرت منها سورة الماعون بهيك يا ثالث إحنا أنهينا درسنا ياريت كل آياتكم بتردوا تراجعوا على القراءة قراءة الآيات الكريمة وبتتمكنوا من قراءتها يعطيكم ألف عافية يا ثالث